السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة انت الشيخ دينا واسد دينا ومدرسة دينا تبارك الله عليك دكتور لا يجعزك باخير بارك الله فيك بنتي حافظك الله وراعك الله يخلك لينا اعزك الله بنتي ويكتر من انتالك اكرمك الله وحافظك الله عندي يا دكتور واحدة ثلاثة الاسئلة لا يجعزك باخير مرحبا السيدنا بيهم وننفيدوا بيهم الجميع من السنع ان شاء الله يا رب الضغط نعرف دكتور الدعاء اللي قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وهو فقائف الدعاء اللي يقول الله ما اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي نعم الى اخر الدعاء الضغط نعرف دكتور الفضل هالدعاء وكيفاش نستفيدوا من هالدعاء في الحياة دينا اياها بنتي اياها ان شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هذا الدعاء اللي قلت هو دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما كان قافلا راجعا من الطائف تعلمون ان النبي الكريم قبل ما يهاجر المدينة المنورة كان يبحث عن مكان امين لانه حوصر واودي في مكة اشد الاداية دلو الاختناق كامل لماذا نقرأ في القرآن الكريم ايات العذاب دي النار دي الوعيد لان نرى الوضع اللي عاش النبي الكريم في ديك الفترة شديد جدا وكان يبحث على اي مكان امين قبل ما يهاجر المدينة المنورة كان الاقتراح انه يهاجر الى الطائف والطائف معلوم هي قريبة من مكة المكرمة واحد الارض هي طيبة ارض ربي حبها بنخيل وحبها بكروم فيها عنب فيها مناخ متوسطي احتدم الان الناس اللي في الخليج اللي بغى يمشي يفجع نفسه وشي منطقة طبيعية جميلة كمشي الطائف هل احنا مشينا مثلا عن اسردون او بن ملال او غيرها من المدن السياحية الجميلة في الطبيعة الخلابة النبي الكريم قصد اقليم الطائف وظن بان اهلها مدم الاقليم طيب فيه الاشجار الوارفة والاخصان والقروم والتمور والعنب خاصة العنب عندما موجود قال غا تكون الطبيعة غا تأثر في الناس لان مكة شديدة جبال قاحلة ومناخ حار والبيئة تأثر على اصحابها وساكنتها فلانك كانوا متشدينين الا ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما وصل الى الطائف في الول الناس تقبلهم زيان سمعوا هذا النبي وجهه ليز وجهك الداب واعتبر بانه صادق الكلام استساغوه واحبوه فاذا بكفار قريش غادي بعتوه واحد المبعوث وغادي يسبق وصل عد القيادة دي الطائف وغادي يقول احذروا من محمد انه ساحر وكاهن وانه كدا وكدا وجعل يفرق بين الناس وجعل يفعل ويفعل ويفعل فدروا يفرق بين الناس ومن ثم القيادة دي الطائف سوف يسلطون سفهاءهم وصبيانهم على النبي الكريم فاذا بالنبي الكريم كانوا يرجمونه بالحجارة تبعوه بالرجم بالحجارة يلاكي بغيت كل الماشي حد فتهطل عليه اكوام من الحجارة حتى ان النبي الكريم جرح وسان دمه طاهر وتم غادي هرباده ما كدربوه فيه بالحجارة وتمعوا احد صحابك يقول لي ما تضربون رجل يقول ربي الله ربي الله حتى انه جلس والدم يسين والعرق والغبار فقال هذا الدعاء المأتور قال قال ربي اني اشكو اليك ضعف قوتي اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس الى من تكلني الى قريب يتهجمني ام الى بعيد ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي اعود بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات ان يحل بغضبك او يحل بسخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذا ودها باختصار اللي قالوا النبي الكريم في الطائف واحتاجها واحد الراهب نسطوري الرهبان هناك الكنيسة الكاثوليكية والبروتستطنية وهناك الرهبان نصرى النسطوريين لهما يمنون الى عدم التتليت وتأليه المسيح يؤمنون بان المسيح عليه السلام هو عبد الله وروحه لكن النسطوريين يكادون يختفون في خضم الكنيسة الكاثوليكية والبروتستطنية فكان هذا الراهب النسطوري جاءه بقطعة من العنب وضمض جرحه وسأله من أنت فأخبره بالكلام فتيقن بأنه النبي المنتظر والنبي الكريم ارتح من هذا الرجل من دين آخر لقى حوار بينه ومن مسيحي حوار كريم حوار مشترك أنه من يؤمن بالله عز وجل قصة طويلة سوف نأتي عليه إن شاء الله في ذكر صفحات مشرقة من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفائدة من هذا الدعاء وهو أن الإنسان إذا وقع له ظلم أو وقع له عتاب أو وقع له تصدي من جهة معينة فليقول هذا الدعاء هذا الدعاء يخفف منازل ويبدلك الله تعالى بعد عسر يسر لأن الإنسان يشكو لا يشكو إلى المخلوقات إياك أن تشكو إلى المخلوقات المخلوق بحالك بحاله هو ضعيف أنت ضعيف هو سقيم أنت عليم بحال بحال ولكن الشك والله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يعني كتعترف بالضعف ديالك وبعدم القدرة وكتلتمس من الله المدد إلى من تكيلني إلى قريب ملكته أمري أم إلى بعيد يتهجمني القريب من دمي و لحمي كي آديني تملكني ولكن البعيد ها هو الآن يتهجم علي إلى أن قل لك العتبة حتى ترضى ولا حول قوة إلى بلا العظيم هذا الدعاء يقرأه كل من كان مظلوم وكل من كان وقع عليه الشدة الآخرين ربنا عز وجل يعيده بالنصر ويعيده بالفوز ويعيده بالقوة وسيكون قريبا بعدما نغت نزل الرب غدي نزل النصر وغير نزل الفتح وغير نزل الخير كله فأسأل الله أن ينفعنا بهذا الدعاء المبارك دعاء النبي الكريم في الطائف السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة